أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام القتال حول مدينة خانيونس واستفرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم وقال شعون ناكيسي منصق فرق التوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية قال إن المنظمة تشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو ستمائة مريض فروا من أحدى المنشآت